نعم نحن متواجدون في مطار اللاذقية الدولي في الجمهورية العربية السورية حيث تصل هذه الطائرة من دولة الإمارات العربية المتحدة الطائرة رقم 17 من مجموعة الطائرات التي وصلت ضمن الجسر الجوي في عملية أعلن عنها سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ضمن عملية الفارس الشهم 2 ليصل المجموع قبل هذه الطائرة إلى 16 من أصل 43 اليوم سوف تصل مجموعة الطائرات في مطار اللاذقية إلى أربع طائرات هناك كذلك اليوم أربع طائرات إلى مطار دمشق الدولي ليكون الإجمالي 24 طائرة إلى الجمهورية العربية السورية نذكر حسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية بأن هناك رقم يصل إلى 1414 ضحية جراء هذا الزلزال وأكثر من 2349 إصابة كما ترون خلف المؤن الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام سوف تنقل عبر هذه الطائرة يعني مجموع ما وصل قبل هذه الطائرة هو 533 طن 2000 منهم 2483 خيمة 160 طن مواد غذائية وكذلك أرز وتمور وصناديق إغاثة وأدوية ومستلزمات الطبية كل هذه المؤن سوف تجد طريقها بإذن الله إلى أخوتنا وأحبتنا في سوريا وخاصة في المناطق المتضررة جراء هذا الزلزال الزلزال